تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 417 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 56.5 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والسلع على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 22 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 34 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 609 من القضايا من بينها 150 قضية خبز ناقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 قضايا بمضبطات بلغت ما يقترب من 32 طن أقمح محلية ترجمة نانسي قنقر